سوف نذهب في زيارة إلى الشمال القبرصي وسوف نشارك في الحفل وبعد حفل سوف نفتتح منطقة مراش التي كانت مغلقة على مر الزمن وإخواننا في شمال قبرص إننا التضامن بين الوطن الأساسي والوطن الإبن هذا التضامن سوف يستمر لأننا بحاجة إلى ذلك وبإذن الله هذه الروح الأخوية سوف تبدأ وتنضج من جديد إن لم نقم بكل هذه الإنجازات لما كنا يتثنى لنا أن ننظر إلى أعين مواطنيننا باطمئنان لما كنا استطاعنا أن نقف بفخر أمام المظلمين لما كنا سنكون نحن الذي الآن نحن بصدد الوصول إليه لكن سوف سندفع كل ما يطلب منا من ثمن وسوف نصل إلى أهدافنا التي رأيناها بإذن الله سوف نستمر على هذا صدد وإن من دواع شرفنا وفخرنا أن نصل إلى النجاح في الوصول إلى أهدافنا التي قطعناها على أنفسنا وفي الماضي الثمانة عشر السنة الأخيرة كما استطعنا أن ننجح في الماضي سوف ننجح بالمستقبل ونحن شعبنا ينتظر من مساعي وجهود كافية ونحن سنسعى لأن نكون لائقون بشعبنا وهل أنتم مستعدون لهذا الأمر وأنا بهذه المشاعر أتمنى لهذه الجمعية العمومية التي تعقد في هذه المدينة أتمنى لنتائج هذه الجمعية العمومية أن تتوجى بالنجاح وأقدم لكم حبي واحترامي فلتبقوا في سلام كيف ستتعامل المنظمات الدولية والفقوقية مع وضع اللاجئين ما طبيعة التجارب السريرية على اللقاحات الموجودة حاليا؟ نحن نتكلم بما هو؟ استمرار حفتر لمخالفة قرارة شرعية الدولية لماذا يعجز النظام الذي تدعمه مصر؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولنا وقفة ترجمة نانسي قنقر